مرة أخرى يمثل أمام قطب القضاء لمكافحة الإرهاب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتهمة جديدة تتمثل في استعماله كلمة تاغوت وهي العبارة ذاتها التي كان يستعملها تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور في تونس عندما كان يؤبين أحد أنصار النهضة التصريح واضح لكن الغنوشي يسر على ركوب صهوة الهروب إلى الأمام السياسي للمعارضة يتم بملفات فارغة لا تزمن ولا تغني من جوع الغنوشي متهم أيضا بلقاء عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابية أما المخطط قد يكشف عنه البحث عن لمثوله الخميس المقبل أمام قطب مكافحة الإرهاب القضايا المرفوعة ضد الغنوشي وغيره اعتبرت تعافيا للسلطة القضائية تعافي القضاء سيفتح بابا لبحث كل القضايا العالقة وهذا سيحتاج إلى الكثير من الوقت لأن القضايا الإرهابية ليست قضية سرقة بوصوفة يمكن أن يتم إثباتها على سارق وبالتالي تحتاج إلى وقت حاجة الجهد وتشهد تونس موجة إيقافات لعدد من المتورطين في قضايا فساد وتآمر على أمن الدولة تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة بعد تعافي المؤسسة القضائية وتخلصها من سيطرة الإخوان تعددت التهم المواجهة لراشد الغنوش بين قضايا الإرهاب وتبييذ الأموال والفساد في انتظار استكمال التحقيق معه بوصفه المسؤول الأول عن العشرية السوداء ومهندس ما رفقها من أحداث وليت عبدالله العربية تونس 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 اشتركوا في القناة